منا نيويورك نروح لبوستن حكايتنا دي من داخل أحد البيوت العربية تحديداً بيت مصري جزائري كاميرا أكسترا نيوز قضت معاهم يوم رمضاني جميل وأجواء من ريحة مصر منهم اللي عايش من سنين هناك ومنهم اللي لسه مسافر قريب وحاسس باختلاف كبير في الأجواء الرمضانية تعالوا نشوف حكايتنا من بوستن سياسر أهلا بي كادرت النورتين أهلا بي أكسترا نيوز وفريق أكسترا نيوز تفضلوا جميعاً أهلا بيكم يوسف ابني رامي المدام أسما عليكم السلام عليكم أهلا بيكم أهلا بيكم تفضلوا النهاردة طبعاً يوم جميل زيارة قناة سي بي سي اكسترا نيوز لنا ده يوم جميل في رمضان فالنهاردة أنا عازم صديقي ورجل الأعمال من كناتك الدكتور السامح يسري ومدام هبة طبعاً أنا عرفتكم بالمدام والأولاد وتشرفتونا وان شاء الله يوم جميل يوم رمضاني مصري جميل بعيداً عن الوطن والأهل تحاول الجاليات العربية وعلى رأسهم المصرية أن تعيش أجواء شهر رمضان الفضيل واليوم ومن مدينة باستن كنا على موعد مع أسرة الأستاذ حسن أبو العنين لنعيش كل تفاصيل يوم رمضاني في الغربة بعد الاستبال الرائع والأجواء الرمضانية اللي فعلاً يعني حسستنا إحنا قريبين من مصر شوية ومن أوطننا العربية في ضيافة الأستاذ حسن أبو العنين خليني أسألك يا أستاذ حسن بقى لك كم سنة هنا في الغربة ويعني تكلمني عن الأجواء كام رمضان ما قضيتوش في مصر وهل بتختلف الأجواء بين أمريكا وعنها في مصر كم سنة مش فاكر بالزبط أنا في أمريكا وسنة درولة كان من 1994 من كاس العالم دي أول زيارة لي في أمريكا ومن 96 إقامة دايما قضيت بقى كام رمضان في مصر في خلال دي اتنين رمضان في مصر وعمري قضيتهم وقت كامل يعني 2008 و2012 أما بالنسبة اليومنا هنا في أمريكا طبعا مختلف عن مصر بس بنحاول نعيش أجواءنا نعيش أجواء رمضان زي من الشاب الحب أن نعمل دي كورات لرمضان ولادي يوسف ورامي بيصوموا رمضان هو رامي عشان سوريا بس بيصوم هاف داي بس هاف داي وأسما مراتي ما شاء الله بتشجحهم على الصلاة وعلى الصيام يومنا بيبدأ أن احنا بنعمل شهات اكتفتي ورياضة دايما قبل الفطار زي ما لعبنا مع بعضنا كده شفت البنك بونك نعدي رياضة وبعدين نفطر بس فطارنا بيكون فطار خفيف وبعدين بنصال المغرب بعدين نكمل فطارنا وبعدين نصال التراويح واللهي بالنسبة لرمضان ما فيش أحلى من رمضان بلدنا في الغربة بنحاول ونجتهد نعمل جو مناسب خصوصا لأولاد عشان يعرفوا ازاي نستقبل رمضان والحاجات دي فإن لموضوع الطبخ آخر حاجة واحد يفكر فيها بس أنا باكتهد أني بعمل مزيق عشان الأولا دي عرفوا الطبخ الجزائري والطبخ المصري بس هو كله وريبا لبعض آه أل سي أفادية بسم الله الرمضان الرحيم الحمد لله يا بالعالمين الرمضان الرحيم مالك يوم الدين إياك نابو إياك نستاين أدنى سراطة مستقيم سراطة لزيم تالهم رأي مدو بيالهم ودعوين آمين صلى الله عليه طبعا الأهل واللمة بتبع لها شكل طبيعي بنحاول نخليها جزء من مصري طبعا الرمضان غريب بالنسبة للسانيتي عشان أنا عروسة جديدة وجديدة في البلد وصيام صعب سفرت كتير آه بس هنا مختلف لأن أنا قمت بقت هنا وفي مصر طبعا رمضان مختلف وأنا كان آخر رمضان ليا من سنتين في مصر فحياة جديدة أتينا قبل ساعتين من موعد الإفطار بناء على رغبة المضيف فكان استقبالا حارا لنا ولفريق إكسرا نيوز ثم تجاذبنا أطراف الحديث عن ذكريات رمضان في مصر وأجوائه التي لا تعوض إكسرا نيوز رمضان كريم أعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم ده كان يومنا النهاردة في ضيافة الأستاذ حسن أبو العنين وأسرته الجميلة بشكر حضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير ترجمة نانسي قنقر